من وحي تجربتهم الأليمة التي مروا بها قرار مشاركتها العالم أجمع هنا عبر منصة المنتدى العالمي للتعليم والمهارات الذي يتزامن مع جائزة المعلم العالمية ذكريات ارتبطت بأصوات السلاح ودماء الطلب الأبرياء حملها كيفين وزملائه بغرض توعية العالم بمخاطر العنف في المدارس لقد انبهرت حقا بالتأييد والدعم الذي لاقيناه من الجميع عبر أنحاء البلاد من المدرسين والإداريين حتى من الطلبة إن بعضهم كان يواجه العواصف الثلجية من أجل أن يأتي لدعمنا الطلاب المشاركون في المنتدى اقترحوا حلولا عملية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية في المدارس مرة أخرى أعتقد أنه من أهم الأشياء التي يجب تغييرها من الآن هو الكثافة العالية في المدارس لأن القاتل كان يطلق النار على أعداد كبيرة ما تسبب في ارتفاع أعداد الضحايا كما أنه كان مسلحا بأحدث الأسلحة التي حصدت أرواح التلاميذ نحن هنا أمام العديد من قادة العالم ولدينا العديد من قادة التعليم وقد بدأنا نحن التحرك في باركلاند ولفتنا أنظار العالم ونحن هنا من أجل حشد الدعم العالمي وإذا تمكن من ذلك فسيكون التطبيق سهلا في كل دولة أصوات هؤلاء الطلب الحزينة لما حصل سبقها صوت نجمة بوليوود وسفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف بريانكا تشوبرى ضد ما حدث لضحايا مدرسة فلوريدا التي راح ضحياتها 17 قتيلة إنه وقت مناسب لأن تكون مواطنا عالميا لأن الناس بغض النظر عن مكانهم في العالم يمكنهم التواصل والجمع بين أفكارهم النساء يحصلن على دعم من نساء أخريات وهذا أمر صادم ولا يحدث ذلك بالفعل أن النساء يقفن دائما ضد بعضهن البعض اليوم قد يملك أحدهم رأيا كما لو كنت تفكر إذا رأيت الاحتجاج الذي أحدث بين الأطفال ضد السيطرة على السلاح وهذا هو التمكين وهذا هو جيل جديد صوت بريانكا وأصوات هؤلاء الطلاب لربما لخصت الكثير من الآلام وفي ذات الوقت حملت الكثير من الآمال بوقف ضحايا الأسلحة النارية بعد فاجعة أعنف حوادث إطلاق النار في المدارس في تاريخ الولايات المتحدة